أتكلم في نقطة بقى سواز عبد الناصر يعني اسمح لك أتكلم عنك بقى شوية لو الله يا الواحد يعني لازم يقول حق والله مش مش مجاملة ومش نفاق خالص لكن أنا عايز بس أقارن بموقفين حالك طبعا مبسوط طبعا بالمداخلة أنك عملتها وتعتبر مداخلة انفراد لكن أنا همني أكتر من المداخلة سواز عبد الناصر رد فعلك أنت شخصيا وما أدت إليه المداخلة دي النقطة المهمة جدا عايز أعمل مقارنة ما بين مداخلة المستشار تورك على الشيخ مع عبد الناصر زيدان بحفظ الألقاب طبعا مبارح في البرنامج وما بين مداخلة المستشار تورك على الشيخ مع كابتن أحمد شبير من أسبوعين هو تعريبا المستشار تورك على الشيخ على فكرة قال نفس الكلام يعني نفس الكلام اللي قاله حضرتك هنا ونيته في المصالحة هو اللي قاله مع كابتن شبير من أسبوعين لكن الاختلاف الوحيد هو رد الفعل ما بين رد فعل عبد الناصر زيدان ورد فعل احمد شبير حضراتك اتكلمت معاه بكل الاحترام وكل المنطق وصيبته يتكلم وقطعته في بعض الاحيان فالمداخلة اتت بثمرها يعني شوفنا عكس المرة الفاتت كابتان احمد شبير رد فعله كان غلط جدا وكان غير منطقي وبالتالي يمكن زود الموضوع حد يعني كابتان احمد شبير بدأ يعني الراجل داخل بيتكلم في مصالحة بدأ طب حتدفع فلوس للنادي الاهلي طب حتقعد وليد ازاره طب هتجيب لنا صفقات فبالتالي خلى شكل احمد شبير نفسه كان وحش وخلى حتى شكل المصالحة وحش يعني هو علي النادي الاهلي بقيمته بكابتان محمود الخطيب مع المتشارة توركي هو بس الغرض من المصالحة هي بس الفلوس ويا الصفقات لا يا كابتان شبير مش هي دي الغرض الراجل كابتان محمود الخطيب قيمة وقامة كبيرة ورئيس النادي الاهلي ومتشارة توركي على الشيخ قيمة وقامة كبيرة وزير الراضة في السعودية المصلحة من اجل المصلحة عشان الناس تهدع وعشان ما يبقاش في خلافات هو ده الهدف من المصلحة بش الهدف من المصلحة انك تاخد فلوس من تركيا للشيخ تروح تجيب بها صفقات للنادي الاهلي ده زود الموضوع طبعا قلل من قيمة احمد شوبير قلل من قيمة كابتل خطيب نفسه قلل من قيمة المستشار تركيا وزود المشكلة شفنا اللي حصل تاني يوم ايه ان النادي الاهلي ما استجابش للمصلحة والشريف فؤاد المحتحدث العلامي خرج قال ان الكابتل شوبير لاني حصل عليها زخم جماهيري غير متوقع بالسلب بالزبط بالسلب يعني رفض شوبير خلى المداخلة بعت سلبية فزود المشكلة اكتر والنادي الاهلي رفض المصلحة وقتها فالمستشار تركيا رجع تاني الراجل برضو بعد الكلمات على الفيسبوك الموضوع كبر لكن انبارح اللي حصل من حضرتك والله مش مجاملة لكن هو ده ويعني بعض الناس برضو تقولك احمد شوبير والعالم لا يا جماعة العلامي ازاي يعرف في تصرف يا مش باسم ولا بمكان ولا بتاريخ لا ازاي يعرف يتصرف في موقف زي ده كابتل احمد شوبير سخن الامور زيادة وبوز الدنيا زيادة والمشكلة كبرت وحصلت مشكلة ازمة والاهلي بدأت جمهيري الاهلي تستاء اكتر من تصرحات تركيا للشيخ وتركيا للشيخ رجع في كلامه والنادي الاهلي رفض المصلحة انبارح نفس الكلام اتقال لكن رد فعل عبدالناصر زيدان كان مختلف عن رد فعل شوبير في الدنيا هديت الناس كلها بعد المكالمة خارجة السوشيال ميديا حابين المسرور تركيا للشيخ وشايفين انها مبادرة جيدة وبدأوا يتكلموا اه لازم الاهلي يستجيب بعد اقل من 24 ساعة النادي الاهلي استجاب للمداخلة دي واستجاب للمصلحة ونزل بيان محترم على الموقع الرسمي بتاعه من مجلس ادارة النادي الاهلي ووافق المصلحة كل ده حصل ليه عشان عبدالناصر زيدان اضار والله العظيم بتكلم بجده ومش مجاملة اضار المداخلة بشكل فعلا اعلامي محترم ومحترف ما كانش فيها تقليل من عبدالناصر زيدان زي ما كان من كابتن شوبير كان فيه تقليل من نفسه وكل هدف والفلوس ونحن ناخد فلوس فبالتالي اثار الازمة بشكل مختلف النواية لو خلص صح مزبوط تعمل حاجة مش مقصود منها غلط معين تمام بتاخد النتيجة سليمة زي ما حصل كده بالزبط النتيجة الجميلة اللي احنا شفناها التسامح الرائع اللي يتقدم به ساعة المستشار التورك الشيخ وقبول النادي الاهلي وظهروا بيان بمنتهى الروعة وقبولوا الاعتذار او قبولوا للمبادرة التسامح دولا كيانين كبار جدا كيان النادي الاهلي يا جماعة كبير جدا على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس او مستوى افريقيا نفس الوضع في السعودية المستوى الاخلاقي للمجموعة للنادي الاهلي ومجموعة مجلس الادارة مصبوط طبعا ما بتشمل بعم انا بتكلم على النادي الاهلي بلغة للعمل كابتن محمود الخطيب وقعداء مجلس الادارة والجمالية كاللية الشرف طبعا فدي مبادرة من كبار وانتهت نتيجة النية الحسنة اللي انا بأكد عليها والمشوارها اي هدف غير هدف الصالح العام سواء اللي كان للنادي الاهلي او للسعودية خليني برضي اثم من الكابتن احمد شبير اعلامي كبير والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد ابدا للود قضية وبشكر لست خالد شهادة اعتز بيها هو يتحدث بعين المراقب والناقض ولكن كل الاحترام والتقدير للاعلامي الكبير احمد شبير له في نفسنا مكانة خاصة هنا في قورة بلدنا رسائل كتير جايالي